السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جزور الماكا ويطلق عليها الماكا روت الاسم العلمي ليها لبيديوم ميني الماكا بتنمو في جبال الانديز ومن الفصيلة الصليبية يعني بتندلج مع البروكلي والملفوف والليفت ويسمى نبات بيروفي والماكا هو عنصر شائع جدا في الطبخ البيروفي لانه بيعطي للاطباق نكهة مختلفة شوية ويمكن ان انت تمسك جزور الماكا دي وتجففها وتطحنها وتضفها على الوجبات والعصائر ايضا كده عرفنا نبزة مختصر عن الماكا روت طيب ايه بقى فوائد الماكا روت اللي انتشرت كمكمل غذائي وغيره من اول واهم فوائد الماكا روت انه بيزيد الرغبة الجنسية في ورقة بحسية نشرت عام 2002 ان الرجال اللي بيتناولوا واحد ونص لثلاثة جرام من الماكا روت يوميا يحدث عندهم زيادة في الرغبة الجنسية مقارنة من الناس اللي كانوا بيتناولوا دواء وهمي في الدراسة دي وكذلك برضو دراسة عام 2010 وعام 2015 من فوائد الماكا انها بتحد من ضعف الانتصاب في دراسة بسيطة كده شوية نشرت عام 2009 ان الاستهلاك 2-4 جرام من جزور الماكا يوميا لمدة 12 اسبوع بتزيد من تحسين اداء العضو الزكري وتزيد ايضا من الرفاة الجنسية الماكا بتعمل على زيادة الطاقة والقدرة على التحمل وتعزيز الاداء البدني في دراسة نشرت عام 2009 ان استخدام مستخلص الماكا لمدة 14 يوم ادى الى تحسين اداء راكب الدراجات الذكور في تجربة مدتها 40 كيلو متر لو مش كده وبس نفس المستخلص ده في الدراسة عمل زيادة وتحسين في الرغبة الجنسية للمشتركين يعني ضربوا عصفين بحجر واحد جزور الماكا بتعمل على زيادة الخصوبة في الدراسة نشرت عام 2016 ان جزور الماكا بتزيد من جودة السائل المنوي لدى الرجال اللي بيعانوا من الخصوبة والعقم الماكا رود بتحسن المزاج لانها بتحتوي على مركبات الفليفونايت والمركبات دي بتعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقلل من القلق اجريت دراسة على 14 امرأة بعد سن اليأس بعد سن اليأس بقى توطر وقلق وخنقة والحاجات دي كلها فوجدوا ان الماكا قد تقلل من مشاعر القلق والاكتئاب الماكا بتعمل على خفض ضغط الدم في دراسة نشرت عام 2015 ان 3 و3 من 10 جرام من الماكا رود يوميا لمدة 12 اسبوع تعمل على خفض ضغط الدم لدى النساء الصينيات بعد سن اليأس الدراسة تمت على نساء صينيات الماكا رود بتعمل على تقليل اضرار اشعة الشمس في دراسة قديمة كده شوية وجدوا ان تأثير مستخلص الماكا رود على نموذك حيواني بيعمل على حماية الجلد من اشعة فوق المنفسجية للشمس وفي دراسة برضو اخرى وجدوا ان الماكا رود بتعمل او بتحمي تكوين خلايا حلوق الشمس الدراسة كانت في 2011 وعلى نموذك حيواني ايضا من فوائد الماكا رود ايضا انها بتحارب الجذور الحرة فالجذور الحرة دي سبب السرطانات ولشد كلها فجذور الماكا بتعزز مضادات الاكسادة الطبيعية في الجسم مثل الجلوتافيون وبتساعد مضادات الاكسادة دي على محاربة الجذور الحرة اللي هي التي سيلز التي يمكن ان تدمر الخلايا بها بتسبب سرطانات وغيره الماكا رود بتقلل اعراض سن اليأس فهي قد تساعد على موازنة مستويات هرمون الاستروجين في دراسة وجدوا ان النساء بعد سن اليأس اللي بتتناول قرصين يوميا بتحتوي على جذور الماكا رود حدث عندهم اعراض منخفضة مثل الهبات الساخرة والتعرق الليلي الماكا رود بتعمل على تحسين الذاكرة والتعلم وجدت دراسة عام 2011 ان الماكا رود يمكن ان تحسن الذاكرة لدى الفيران وفي دراسة عام 2014 وجدت ان الماكا لها تأثير في فوائد التعلم واداء الذاكرة فبعض الباحثين قالوا انها قد تفيد في بعض الحالات الخاصة بالدماغ مثل الذعين الاثار الجانبية لاستخدام الماكا رود حتى الان لم يثبت لها اي مخاطر او اثار جانبية على الجسم ولكن من باب الحرص فانها بتؤثر على الهرمونات فعجب على الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في الغضة الدراقية لامتناع عن تناول الماكا رود او اي شيء خاص بالماكا من الافضل تجنب تناول الماكا لو انت هتاخد علاج بيعد المستويات الهرمونات في الجسم مثل علاج سرطان السادي مثلا النساء الحواول والمرضعات يجب انهم ياخدوا جزور الماكا او اي حاجة لا علاقة بالماكا رود بحرص طيب استخدام الماكا او الجرعات الموصى بها من الممكن ان انت هتستخدم الماكا في شكل اما مسحوق او سائل او كابسولات او حتى يمكن اضافاتها للطبخ والمغبوزات الجرعة المقترحة من جزور الماكا من ثلاثة لخمسة جرام يوميا الماكا رود بقت منتشرة حاليا لا ينغفلها شيء على مواقع اللي هي السابليمنت فحاول انت تجيبها من اماكن ثقة لانها شبه اللفتة فانت لو جبتها من حد ما غشاش او كده ممكن يبعي لك لفتة على انها هي الماكا رود فحاول انت تجيب الماكا رود من اماكن ثقة حافظنا الله اياكم متعنا الله اياكم بالصحة والعافية السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة